خلينا نقف قدام حاجة سريعة تانية وإحنا بنتكلم عموما لكل البشر لكل الخالية دكتور عصام مين اللي بيعلمني في مدرسة الحياة؟ لكل البشر الطبيعي إن كل حاجة وكل الظروف وكل المحيطين بينا بيعلمون دخلين في القصة بيتركوا بصمات في حياتنا وبيشكلوا فينا مظبوط كمه ده صحيح فالمنهج بيشارك فيه اللي عايز يعرض معلومة كويسة واللي عايز يعرض معلومة وحشة واللي عايز يجرح واللي عايز يطبطب والأهالي اللي عايزين يربه بيشاركوا فيها بالنسبة للصغيرين الأصدقاء مؤثرين جدا في حياة الشخص ففيه مؤثرين إيجابيين وفيه مؤثرين سلبيين المؤثرات السلبية معروفة المعشرات الرضية مثلا تفسد الأخلاق بتترك بصمات في تشكيل حياتي وتشكيل مستقبالي مظبوط كده من حيث التعليم لأن التعليم مهم الأفكار التي يمتلئ بها زهن الشخص وهي مهمة في مدرسة الحياة المعلومات بنستقيها منين فيه مصادر للمعلومات كويسة وفيه مصادر للمعلومات صحيحة المعشرات الرضية قلنا دي مصادر مش كويسة هل الشيطان ليه دور في مدرسة الحياة؟ نعم الشيطان ليه دور في مدرسة الحياة؟ هل في معلمين كذبة في مدرسة الحياة؟ ما أكثر المعلمين الكذبة الذين في مدرسة الحياة؟ بيتركوا فيها مناهج خطئة وأفكار خطئة إما عن نفسي أو الآخرين أو الله أصبوط أدي حضرتك مثال عام بيأثر في كل الناس الميديا الميديا دي مجال اللي هو زي سواء الإنترنت أو التلفزيون أو القنوات الفضائية الميديا دي أكثر مصدر بيبث المعلومة سواء على هيئة معلومة أو على هيئة أفلام أو على هيئة برامج ثقافية أو على هيئة لقاءات والناس ما أكثر الناس اللي بيتلقوا أساسا مصادرهم من هذا المكان مدى الصح والغلط قد إيه؟ هل كله غلط؟ هل كله صح؟ فيه كتير صح ده صحية لكن فيه أكثر غلط وما أكثر السموم التي تشكل حياة الآخرين يام حاجات بتملع الناس بطموحات عالية جدا ويام حاجات بتملع الناس بغيرة يام حاجات بتملع الناس بحق ويام ويام مصادر بتملعها مصادر مناهج مدرسة الحياة مناهج مدرسة الحياة تعرف أذكرت حاجة دكتور عصام في بداية المسيحية ولما بدأت المسيحية تقف في خطه منهج جميل لما ظهر أريوس أيوة أريوس ابتدى يعلم الناس عن أن المسيح ليس هو الله من خلال الترنيمة مصبوح ابتدى يكتب ترنيم والناس ترنم ترنيم هم مفقرين بيرنموا ترنيم لكن الترنيم بتترك سموم في حياة الإنسان وزرعت جيل كبير جدا بتشوف منه دلوقتي شهود يهوى والمورمن وغيره 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 من الناس المعلمين كذا باللي أنت قلتهم دول معلمين بيتركوا بصامات في حياة الناس ودي مدرسة الحياة ترجمة نانسي قنقر